أم أحمد من الأحسان بعثت تسأل وتقول عندي طفل عمره سنة وتسعة أشهر وأريد فطامة فعندما فكرت في ذلك قال لأحد الأشخاص إذا أرفت فطامة ابنك فلا تفتميه في شهر شعبان لأن الله لا يقطع الأرزاق في هذا الشهر فهل ما قيل صحيح؟ وهل هناك شهر محدد ينبغي ألا نفتم الأطفال فيه جداكم الله وخيرا؟ فالمرأة توضع طفلها مدامة محتاجا إلى الرضاع فإذا استغنى عنه لأكل الطعام فلها أن تفطنه قوله تعالى والوالدات يربعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه فالرضاع إنما يكون لحسب الحاجة وإذا استغنى عنه الطفل فإن والدته تفطنه عند تمام الحولين أو قبل ذلك ولا صحة لهذا الكلام أنها لا تفطنه في شعبان أهلا من كلام الجهال أو من كلام الخرافيين الذين يعتقدون في بعض الأزمنة أو بعض الأمكانة اعتقادات غير صحيح جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إذن إفطام الأطفال في شعبان أو في رجب أو في أي شهر من أشهر العام جائد ليس له شهر معين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم